السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 27 كانون الثاني يناير طبعا القمر موجود بالأسد ورح يظل لغاية الساعة 17 دقائق من مساء اليوم لينتقل بعديها لبرج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة 48 دقائق من صباح يوم الثلاثة القمر الآن زي ما حكينا موعد بث الحلقة القمر ما زال موجود في منزلة الزبرة وهي منزل الربح والحرية والصلاح والإصلاح الساعة 51 دقيقة من فجر اليوم السبت بينتقل القمر لمنزلة الصرفة وهي منزل الربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر بما أنه موجود في برج الأسد اليوم لغاية ساعات المساء فبكون الناس من حولنا في هذا الوقت أكثر كرما مما اعتدنا عليه من ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الحبيب يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء الاستفسارات والنصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقات مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال نستثمر ومنشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين وممكن نرتدي ملابس أنيقة تلفت الانتباه أو ممكن نهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا إحنا في فترة خلو المسار خلو المسار بدأ من الساعة تسعة وثمنتاشر دقيقة مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة سبعة وعشر دقائق من مساء اليوم السبت يعني خلو مسار طويل وخلو المسار يعني فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في زاوية رح تتشكل أثناء فترة خلو المسار وهي زاوية تربيع سلبي بين الشمس وبين المشتري الساعة سبعة وثمنتاشر دقيقة سباحا ذروتها طبعا بتبدد الحضوض في أي مسعى منقوم فيه من ميل العيش دون مستوانا ومنبذر أموالنا لازم نتجنب القمار والمضاربات المالية بهاي الفترة وخصوصا لأسبوع قادم ممكن نتعرض للمشاكل مع السلطات أو العدالة وهذا الاتصال غالبا بيسبب نوع من أنواع المغالاة في النفقات وخسارات مالية وفشل في المشاريع أيضا الحدث اللي رح يصير بعد هاي الزاوية هو انتهاء تراجع أورانوس اللي بتراجع في برج الثور له خمس شهور تقريبا رح ينتهي تراجع أورانوس الساعة سبعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يرجع للحركة الأمامية حتى عصر يوم واحد تسعة برضو في برج الثور بعدها بده يرجع يتراجع مرة أخرى لهو التراجع السنوي برضو خمس شهور تقريبا طبعا بالفترة الماضية جوكب أورانوس لما تراجع لأنه تراجع هو في برج الثور وهو عادة لما بيتراجع معني له علاقة بالتغييرات المفاجئة والثورات والتقني والكهرباء والحواسيب وفي فترة التراجع عادة بتزداد حالات التمرد الأفراد ضد الأهالي والمجتمع وبتحدث انقلابات سياسية وأحداث مفاجئة سياسية وعسكرية وبيزداد الناس من حولها عدوانية كما أنه بنشعر بالرغبة في تحطيم ما هو قائم من قيم وعادات وعدم التقيد بالأنظمة المأخوذ فيها فترة التراجع برضو بتضاء للإنجازات في مجال التقنية أيضا وبما أنه تراجع في برج الثور فلاحظنا في الخمس الشهور الماضية الاضطرابات العالمية على مستوى الاقتصاد والمال أيضا طبعا بما أنه الآن أورانوس رجع للحركة الأمامية معناته هاي الأمور بده يصير فيها نوع من أنواع الإيجابية لأنه خلص سلبيتها بتضعف ولكن برضو إذا شكل زوايا سلبية معناته بدها ترجع نفس الأعراض هاي تظهر على الساحة بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين عطارد وبين المريخ هاي الزاوية طبعا إلها يومين ورح تستمر كمان يومين قادمات ذروتها اليوم الساعة ثنتين وثمانية وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بيسود شعور بضيق الصدر فما من اتقبل النقد وممكن انثور بشكل مبالغ فيه في وجه من ينتقدنا أو ممكن يعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردة الفعل بشكل يعني بكشف عيوبه وأخطاءه تجعلنا عصبيين سريعين الانفعال والتهيج تدفعنا للنزاعات والتعقيدات وخصومات في حياتنا برضو يعني بتزيد من احتمالية التعرض للجروح أو الحروق في أنشطتنا اليومية الساعة سبعة وعشر دقائق مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بانتقل وبيستقر في برج العدراء عشان هيك من ساعات المساء منعود إلى الجدهية بصيب نولي المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمارين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا من يذهب للعمل بحيوية ومن ركز في جميع التفاصيل والتدقيق في كل شيء منكون منظمين جدا الناس في هاي الفترة نادرا أنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي في هاي الفترة لأن العنصر العملي في حياة الجميع هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هاي أفضل فترة أو أفضل وقت للتخلص من العادات السيئة كالتدخين وشرب الكحوليات والمهدئات والمخدرات ويمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وتعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري والظهر والجانبان هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية لغاية ساعات المساء من ساعات المساء وما بعد بصير عندنا البنكرياس لمعه الدقيقة إلى أعور القولون الجهاز الهضمي لـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم طبعا لأنه خلوم مسار طويل وبرضو مراحل اكتمال القمر ما زالت موجودة فلا يوصى بإجراء عمليات جراحية هذا اليوم مناسب للأشياء البسيطة التجميلية ولكن كعمليات تجميل حق أو جراحة ما بنصح فيها لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لبرج العذراء خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 11-19 دقيقة من مساء يوم الإثمهن وبيستمر حتى صباح يوم الثلاثاء الساعة الثمانية وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 16 يوم في تمام الساعة 44 دقيقة بعد العصر بصير 17 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19-2 منتحس بنسبة 10% القمر في الأسد وفي ساعات المساء رح ينتقل للعذراء ورح يظل في العذراء ليوم 31 منتحس بنسبة 10% الآن ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% ساعات الظهر سعيد بنسبة 15% ساعات العصر سعيد بنسبة 45% عطارة في الجدي حتى يوم 5-2 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الجدي حتى يوم 16-2 سعيد بنسبة 60% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 45% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 منتحس بنسبة 10% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% ووصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشرقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة لأن الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات أما من ساعات المساء بتكن تنتبهوا لصحتكم أكثر بيتراكم فيها الأعمال أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطروا للاهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أهم مش إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أما في ساعات المساء وما بعد بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أيضا بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات أما من ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا ما زال الجو بيحمل فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لأسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهمش أنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمأن خوطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أما من ساعات المساء بتنشطه في السفر والاتصالات ولكن بدكوا تكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا اليوم بظل الجو مناسب لإلكم في نوع من أنواع النشاط بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي وبرضو بظل فيه انفراج في كثير من المسائل ولكن بدكوا تتحلوا بالحكمة بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات أما من ساعات المساء فهنا بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بسيطر التعب عليكم لليوم الأخير لغاية ساعات المساء فعشان يكبدكوا تحاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهودة أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس عذر من البدء بأي شيء جديد ولا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط وننظم أمورك وضاعف مجهودك أما من ساعات المساء هنا بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم برضو بظل في نشاط اجتماعي وممكن تلتقوا بعض الأصدقاء أو يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتقدر تطلب المساعدة وما تتردد أيضا بتقديم المساعدة لا زملائك أصدقائك جيرانك أقاربك علاقاتك الاجتماعية الأجواء جيدة ودعملة إلك ولكن ببدأ الضغط كل ما اقتربنا لساعات المساء من ساعات المساء بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ما تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل من الآن ولغاية ساعات المساء ويعتبر هذا اليوم ما زال مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية أما من ساعات المساء بتنشط بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل من الآن ولغاية ساعات المساء وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وأرى وثقافات مختلفة الأجواء ما زالت لطيفة بتحيط فيك لغاية ساعات المساء بإمكانك تعزيز علاقاتك الإجتماعية أو العائلية وهي فترة مثمرة على جميع الأصعدة أما من ساعات المساء هنا بتكون تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية ويعتبر يعني بدأت مرحلة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكون تجنبوا الخلافات وتسعوا لطلطيف الأجواء بالنسبة لموليد برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن ولغاية ساعات المساء من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبكم إطالة الخلاف والزعل حول تقريب وجهة النظر والمصالحات وباستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق أما من ساعات المساء بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة كونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وبظل اليوم هذا مناسب للقيام بحمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم مش إنه ما تنفعلوا حول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات أما من ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجياً أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم ولا تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيماً وأحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي وخذوا قصة من الراحة وإهدأوا كونوا عند حسن الظن أما من ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم وحذروا من الخلافات وما الضخم الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء